مؤسسة عبق الجنوب لثمية الموارد البشرية مؤسسة وطنية يافعة نسبياً هي موضوع حديثنا في هذه الحقرة ويشرفنا ويسعدنا حقيقة أننا قضي في الدكتورة منتهى الطراونة رئيسة مجلسة الإدارة أهلاً وسهلاً فيكي صباح الخير شكراً إليك أهلاً وسهلاً وأيضاً دكتور خالد الختاتنة وهو عضو مؤسس في المؤسسة أهلاً وسهلاً فيك أهلاً وسهلاً يا سيدي أهلاً وسهلاً دكتور منتهى لو سمحتي بشكل عام مبدئياً تخبرين عن نشأة هذه المؤسسة كيف نشأت وما هي أهدافها شكراً للاستضافة أولاً وأتشرف بالحضور هنا إلى رؤية هذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة دائماً في وطن الحسين وإبن الحسين هناك ما يدعو إلى الإبداع وإلى التفكير الإيجابي نحن في وطن لا ننتظر منه أن يقدم لنا كل شيء تعودنا كمواطنين أن نبادر أن نجتهد أن نفكر وأن نبدع ولدينا الكثير من الإبداع المهم أن نبحث أين يوجد هذا الإبداع فمؤسسة عبق الجنوب أدركت تماماً أن في الكرك بالذات وأن في الجنوب بشكل عام وفي الأردن كما في الأردن أيضاً هناك طاقات بشرية هائلة لكن هذه الطاقات تحتاج إلى إبراس يعني كم من مبدع احتفظ بإبداعه في الأدراج طي الأدراج لأنه لم يجد من يدعمه مادياً نحن نعلم أن الجنوب يعاني من فقر ويعاني من بطالة ويعاني من مشاكل كثيرة كم من سيدة لديها القدرة على الإنتاج لكنها لم تجد من يروج لهذا الإنتاج ومن يسوقه ومن يدعمها لتظهر هذا الإنتاج على حيز الوجود من هنا فكرت هذه المؤسسة الواعدة أن تدعم أبناء هذه المنطقة أبناء المجتمع نحن دائماً لا ننتظر كل شيء من الحكومة الحكومة لديها قدرة ولديها أيضاً المزيد من المسؤوليات لكننا كمواطنين نبادر هناك دول كثيرة في العالم تقوم على مثل هذه المؤسسات غير ربحية بمبادرات من المواطنين أنفسهم هذا يعني هذه هي الفكرة بالذات نعم جميل جداً لو سبحت تعطينا فكرة سريعة عن الأعمال التي قامت بها المؤسسة أصلاً والأعمال أو المشاريع التي تنوي القيام بها نعم المؤسسة هي عبارة عن مظلة شاملة لمجموعة من الوحدات هناك الوحدة القانونية هناك الوحدة الثقافية الوحدة المبادرات الشبابية وحدة الإنتاج وحدة ذكرني دكتور خالد نعم يعني هي أكثر مجموعة من الوحدات مجموعة من الوحدات الوحدة الإعلامية وحدة تنمية الموارد البشرية وحدة تدريب يعني محدات كثيرة كلها تنضوي تحت هذه المظلة عبق الجنوب لدينا رؤى كثيرة يعني هناك الآن مشاريع تتم من خلال تدريب الطاقات البشرية على موضوعات كثيرة منها مهارة الاتصال والتواصل منها اللغة الإنجليزية منها اللغة التركية اللغة الفرنسية هناك دورات الآن يعني شغالة بالمؤسسة على هذا لأننا في الكرك كمجتمع سياحي نحتاج لمثل هذه اللغات عنا الوحدة السياحية أيضا عنا وحدة اللغات قريبا إن شاء الله ستباشر والآن باشرت بشكل مبدئي تقوم بدورات تدريبية للغات بتدريب طلبة المدارس ورعايتهم أيضا مجانا طبعا هذه المؤسسة هي مؤسسة غير ربحية ودائما كل الأعمال فيها تطوعية نعم جميل هناك المطبخ الإنتاجي للسيدات الواعدات وهنا لدينا بالكرك يعني كثير من السيدات اللواتي هنا بحاجة إلى دعم مادي طبعا ومن هنا نبرز يعني هذا الدور هناك مبدعين مثقفين عندنا الشعراء وعندنا الأدباء وعندنا الكتاب لماذا يسافرون إلى عمان كلما أراد المبدع أن يظهر إنتاجه يبحث عن منبر في عمان نحن نحاول أن يكون هذا المنبر في الكرك حتى نخفف قليلا يعني عن من عناء السفار ومن عناء التكاليف المادي أحيانا ما شاء الله ما شاء الله وأن نثر هذا الإبداع في مجتمع كركي يعني متطول في الحديث عن عناء السفار أول شيء أهلا وسلم فيكم يعطيكم العافية أنتوا جيتوا من الكرك من الصبح بكير يعني شرفتونا أهلا وسلم فيكم مشكورين على الرحلة الطويلة يعني مبدئيا دكتور خالد في وجود أكثر من وحدة ووجود التنوع يعني اللي بتحتاجه الكراكي الوحدة الثقافية يعني مثل ما هو واضح هي الوحدة الأساسية أو المظلة اللي بتنتمي تحتها الوحدات الأخرى فلماذا برأيك الوحدة الثقافية سيدي لا يمكن فصل الثقافة عن أي جانب في حياتنا الثقافة هي طريقة حياة الشعوب تدخل في كل مسارات الحياة نعم نتحدث عن الحضارة والثقافة و دائما و أبدا حياة الشعوب تعكس ثقافتها سواء كان خلينا نقول في الفن لما نقول أنه وحدة وحدة قانونية أو وحدة فنية أو وحدة كل هذه تحتاج إلى الثقافة فالإنسان بطبيعة الحال يجب أن يكتسب هذه الثقافة من خلال تعامله في مجتمعه فهو يتميز بثقافة مجتمعه وبالتالي بتكون سماء له فلا يمكن فصل الثقافة عن أي جانب من جواله بالحياة وبهذه المناسبة أولا أنا أحيي رؤية وحاب بس أحييك ويكفي بيتين تفضل الله يخليك شكرا جزيلا يعني حضرتك مشكور جهزتنا قصفة نتحدث عن ديوانك يعني إن شاء الله بعض قليل ولكن اتفضل إلى رؤية ترافق الطيوب معي عبق وشمس لا تغيب قناة للعقول بها ذكاء لذا باتت تحاصرها القلوب أنا الكركي تعرفني القوافي على شعري توحدت الشعوب فمهما أبدع الشعراء قولا فإن الشعر موطنه الجنوب يدل السائلين عليه طيب من الشرفات تحمله الهبوب شروقه يخطف الأبصار سحرا وإلا سوف يخطفها الغروب تلاعبت الضباء على رباه وغنى سحره الطير الطروب كأن رابعه لما تجلى على فتانة ثوب قشيب شفاء الروح أنفاس الخزامة وسر بلون نرجسه الكئيب نهاره ليس يبلغه نهار وليل فصوله أبدا عجيب تناهى الجود والإقدام فيه وقصر فيهما البلد الخصيب ومهما قدموا بالخير يجزي وإن شحت مواسمه يطيب رجاله أينما حلوا كرام لهيباتهم تراجعت الخطوب جباه يعتليها المجد تاجا وأفئدة بها الأقصى الحبيب أحن إليه فيه فكيف بعدي وإن هبت نسائمه أذوب رحيب موطني لو غبت عنه يضيق لذكره الأفق الرحيب أخاف عليه من قطر تهام فكيف إذا تولته الحروب غريب أينما صافرت عنه فكيف يطيب مسكنه الغريب لأجله كل ثانية بعمري وروحي دونه الوطن المهي يا سلام يا سلام صح حلسانك شكرا 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 جزيلا سيدي يعني فعلا يعني خجلتنا وفعلا يعني كلام جميل جدا أطربتنا وأخجلتنا ونحن يعني نتمنى نتمنى أن نكون يعني جزء ولو بسيط في بناء المملكة وجزء بسيط يعني من اللي حضرتك تفضلت فيه نتمنى يعني سيدي رؤية لها مكان في قلوب الله هي قناة ربما عمرها يعني قصير ولكن حجمها كبير وما تفعله كبير واستطاعت أن تصل إلى القلوب بسرعة ربما لم تبلغها أي قناة أخرى على امتداد هذا الوقت تسلم تسلم سيد وأنا بإسمي وبإسم إدارة رؤية وبإسم كل عامين في رؤية من حييك ومنشكرك ومنحيي كل أهلين في الجنوب وفي الكرك تحديدا شكرا جزيلا الله خليك دكتورة منتهى لو سمحت بدي أرجع لك بما أنه المؤسسة غير ربحية وطبعا كل الموارد فيها عن طريق التبرع حتى الموقع المؤسسة نفسه يعني كان يعني بتوقع تبرع نعم فكيف بتواجه المشكلة الموارد المالية أنا كما قلت أو قبل أن أقول التعقيب على ما تفضل به الدكتور خالد بقصيدة نحن جيل لنا ملك ملهم وملهم دائما لا ننتظر نعطي ولا ننتظر أن نأخذ ففكرة المؤسسة أنها غير ربحية نحن نبدأ بالمشاريع نهيي البيئة المناسبة لهذه المشاريع ثم نقدمها لنقنع بها الممول قد يكون الممول خارج الدولة المؤسسة رسمية وغير رسمية وقد يكون داخل الدولة المهم أن نقنع بإنتاجنا نعم 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 هذا النمط الإنتاجي سواء إنتاج إبداعي أو المنتج بغض نظر شو مكان نعم فنقدم هذا المنتج لنقنع به الناس جميل جدا نعم نعم نحن نبدأ ننطلق دائما نحن شعارنا ماذا لدينا هل يمكن أن نظهر ما لدينا وكيف ننطلق أن لا نتوقف دائما هذه شعارات نرفعها بهذه المؤسسة نعم نجميل جدا دكتور خالد لو سمحت أرجالك تحدثنا عن ديوانك شوي هو يعني أحد أو جوز أول الإنتاجات الوحدة الثقافية في المؤسسة تحدثنا عنه لو سمحت القصائد الأفكار من وين إجت ماذا يتضمن الديوان والله هو الديوان يعني قصائد فترات متباعدة وهو ديوان غزلي يعني من اسمه هو اسمه صاحبة الجلالة حبيبتي يا سلام بالبقلك فهو ديوان غزلي إن شاء الله الديوان القادم رح يكون ديوان وطني ودائما الوطن هو الحبيبة يعني طبعا هي الحبيبة الأولى طبعا شائب يتحدث يعني متنوح هو الديوان قصائد متنوعة ولكن في النهاية هو يتغنى بالمرأة بالمرأة الأم المرأة الأخت المرأة الحبيبة المرأة البنت ودائما وأبدا المرأة هي شريكة الرجل وهي الأساس في الحياة نعم فبالتالي هو يسلط الضوء على هذه الإنسانة اللي مسؤولة عن الملهمة للأداب والمنهمة لكل شيء لما نقول إحنا وراء كل رجل عظيم امرأة لا هو حتى هناك امرأة عظيمة ورجل عظيم حقيقة فلا يمكن أن يكتمل المجتمع ولا يمكن أن تكتمل الحضارة ولا يمكن أن يكتمل أي شيء إلا بوجود الطرفين المرأة والرجل نعم وبالتالي إن شاء الله هذا هو أول ديوان وفي دواوين أخرى لشعراء زملاء إنه على الطريق إن شاء الله راح تكون المؤسسة تقوم بطباعتهم وشعرهم قريبا نعم جميل جدا اللي أعطيكم ألف حافي دكتورة منتهى حضرتك كنت مدير التربية ومستشار الثقافية في السفارة الأردنية في دولة قطر يعني باع ما شاء الله طويل في المجال التعليمي وفي المجال التربية وفي المجال الثقافي أيضا كيف أن عكست خبرتك هاي في عباق الجنوب نعم أنا كنت يعني موظفة بالدولة وتعرف أن الموظف يعني مقيد بقيود كثيرة أحيانا يعني فيه أمور يعني لا تخفى على إنسان لكن هنا الآن بالعمل التطوعي أنت حر يعني تبدع لا أحد يعني يوقف هذا الإبداع نعم دائما أقول انطلق ماذا لديك وانطلق هذا هو شعاري فأحس حالي يعني بحرية أكثر مما كنت استقطبوني الشباب يعني مشاكرة جدا لهذا التكريم اللي كرموني فيه ووضعوني في هذا المكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية عباق الجنوب للموارد البشرية هم شرفوني وأنا يعني أوجه لهم من هذا المنبر تحية كما أوجه لزملائي بالسفارة الأردنية بالدوحة وعلى رأسهم السفير زاه الصنادي تحياتي وأمنياتي في هذا اليوم يعني عمل أنا مرتاحة جدا وخاصة أنني أنا يعني أحاول أن أكتب لدي نوع من الكتابة عندي ميول أدبية وميول شعرية أجد هذا الجو يناسبني أكثر من الوظيفة إن شاء الله أنه نخدم الجنوب بما يستحقه الجنوب إن شاء الله بالعالمين دكتور خالد لو سمحت فيه عجالة يعني مجوز نحن نضل معنا دقيقة من الوقت إيش بتحس ينقص الكرك أو حتى الجنوب بشكل عام لإنعاش الجو الثقافي حقيقة ينقص المؤسسات يعني مؤسسة عباق الآن تبنت مجموعة من الشباب وهذا لا يكفي يعني نحتاج إلى دعم أكثر سواء من الحكومة أو من الجهات الدائمة حقيقة من خلال عباق اكتشفنا فيه مواهب كثيرة يعني ما كانت على البال نهائي لو يعني بحاجة إلى من يتبنى هاي المواهب وبالتالي إبرازها سيما حكت الدكتورة نحن معروف أن المركز عندنا عمان حتى تبرز أو بدك تجد منبر لازم تروح لعمان للعاصمة وهذا أحيانا ربما الكثير الكثير ما عنده القدرة أنه يوصل لهذه المؤسسات في عمان نتمنى طبعا هي عبق ليست على مستوى الكرك إنما انضمت إلى العقابة وإن شاء الله بتصير على مستوى المملكة ونتمنى أنه يصير مؤسسات أخرى دائم للشباب ودائم إلى هذا الجيل نعم إن شاء الله رب العالمين دكتور خالد ودكتور رب انتهى بدي أشكر وجودكم شكرا جزيلا بقي أن أضيف نقطة بصدرس يعني أنه هذه المظلة اللي هي المؤسسة عبق الجنوب الوحدات تعمل بحرية وباستقلالية تامة يعني فقط إشراف عن بعد كل وحدة لها حرية تصرف بكل شيء يعني أحببت فقط أن أذكر بهذه النقطة نعم نعم جميل جدا وشاكرين استضافتكم بصراحة يعني سعيدين جدا موجودنا معكم بهذه القناة الجميلة وإن شاء الله دائما الأردن يكون واحد أمن وأمان الله يخليكي شكرا جزيلا لكم شرفتونا وإن شاء الله رب العالمين يعني منتابعكم منتابع مشاريعكم في المستقبل القريب إن شاء الله ندعوكم لحفل إشهار ديوان الدكتور نتشاره في سيدي ترجمة نانسي قنقر